الالفا سلاسيمية هي عبارة عن نقص في إنتاج الالف أنا عندي الالفا جينز موجودة أربعة ألفا جين على كورنزوم سيكستين كورنزوم ستاشر يحتوي على أربعة ألفا جين طيب ساعاتي يبقى فيه واحد مش موجود حصلوا ديليشن وحصلوا ميوتيشن وفي الحالة دي تبقى عندنا حاجة اسمها سايلنت ألفا سلاسيمية يعني ممكن ما تبنش أعراض ولا أي حال خالص مجرد بس مريض سايلنت طيب عندنا فيه مثال آخر يبقى فيه عندي اثنين مش موجودين وفي الحالة دي تبقى عليها الفا سلاسيمية تريد قريبة جدا من الايه مسايلنت سلاسيمية برضو ممكن ما يكونش فيه أعراض عن مريض في عندي الحالة التالتة انه ممكن يكون فيه اختباء لثلاثة يعني فيه ثلاثة مش موجودين الثلاثة مش موجودين دي يعمل لنا يبتدي يظهر لنا المرض بقى فيه نوع من الأمراض اسمه هيموغلوبين اللي هو طبعا فيه حالة برضو بس مش موجودة هنا عندنا اللي هي هنتحدث من الحاجة دي بتفصيل ان شاء الله في الشراحة اللي جاية أنا عندي الحالة اللي هي أشد الحالات اللي هي الشخص الثلاثة زي من شايفين الطفل ده بيتولد وبيكون عنده كمبل جزء سابرشن أو اللي هي يعني ما عندهش الفا خالص مينوس 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 يعني ما يقدرش يعيش فعشان كده منلاقي الطفل ده ميت داخل الرحم هايدروبس فيتارس تلاقي منفوخ مليان مية سوالون ليفر متفخ الليفر نوع عليه هايدروبس فيتارس مهم جدا أو إديمة يعني عنده التشح جامد وعنده انتفاخ جامد في جسم سيفر هارت فيلير بسبب السيفير أنيميا الفيتس ده عنده أبنومال همجلوبين اسمه همجلوبين بارتس عبارة عن أربعة جامعة جامعة فور طيب الحالة التانية ده بيعمل لي نوع من أنواع الأمراض اسمه همجلوبين اتش همجلوبين اتش ده بيبان لي في همجلوبين اتروفوريزس بنشوفه في همجلوبين اتروفوريزس نلاقي أسرع همجلوبين يروح ناحية القطب الموجب هو همجلوبين اتش أسرع من همجلوبين اي يعني يعدي همجلوبين اي ويبهو رقم واحد في الشريحة بتاعه عشان كده لما نشتغل لازم نزبط الوقت بتاعنا نقلل الوقت بتاعنا شوية وإلا الهيمجلوب ده هيجري ويقع من على الشريح. يعني بدل ما يكون الوقت بتاع الهيمجلوب دقيقة خليه خمساشر دقيقة لو انت شاكك ان فيه هيمجلوب. طيب نخلي بالنا ان انا عملت للدم بتاع الشخص اللي هو اه احتمالي انه كان عنده اه هلاحز فيه خلية كاركترستيك قوي. فهي دي تسميها جولف بول سيلس. جولف بول سيلس هلاقي بي ترسيب كده من البتا. هنا فقى البتا هي الكتيره والالفا وليه لا. فالبيتا الكتير دي تترصب في الاربسية وبتعملي زي كرات الجولف داخل الاربسيلس طيب الالفا سليسيميا تريدس و الصيلان كارير لما يكون بي عندي مشكلة في وان جين او 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 جينز يبقى لوس اوف او 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 قريير وغالبا بيكونوا صيلانت او او اسمتوماتيك. صيب case كارير. ساعة نقول عليها برضو. يبقى دول اللي هم اخر حاجة في الالفا سلاسين.